موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله و أسعد الله و وقاتكم بكل خير يريد دائما تكون بألف خير بداية خلونا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوف أشرح في هذا الفيديو عن إنشاء حساب سامسونج أكون لجهازك السامسونج طبعا أحدكم يقولون ما أريد حساب سامسونج و ما يشغل فيه طبعا حساب السامسونج يكون معلمك يختلف عن حسابك في جوجل اللي أنت فاتحه في تليفونه حساب السامسونج هو خاص لحساب سامسونج في عدة ميزات طبعا متما شايفين أهم ميزات انتلاك حساب سامسونج في ميزات رئيسية لحساب السامسونج يؤدي إعلال حساب سامسونج إلى تمكين كثير من الميزات لهاتفك بإضافة لميزات إضافية لأجهزة التلفزيون المتوافقة وأجهزة الكمبيوتر ما يمكن أن تفعل بحساب سامسونج خاص بك باستخدام حساب سامسونج نشط يمكنك القيام بتحديد موقع هاتفك تقدر تحدد من خلاله موقع هاتفك في حال أنت مضيعت هاتفك تقدر تحدد موقع هاتفك من خلال حساب سامسونج وأيضا مسح هاتفك وقف له وفتحه عن بعد يمكنك تتحكم فيه يعني إذا ضرب تلفونك وانسرق منك تقدر تمسح الهاتف تقدر تقفله وتفتحه عن بعد استخدام التطبيقات الحصرية لهاتف سامسونج مثل سامسونج باي وصحة سامسونج القيام بعمل نسخة احتياطية من بياناتك ومعرض الصور هاتف مهم كثير ليش؟ في حال انت لا سمح الله تطريت تعمل فرمتي بمفاجئة لجهازك او جهازك خير ببقى يشتغل وطريت تفرمته فانت اذا كنت عمل نسخة احتياطية للصور والبيانات تقدر من خلاله انه بس خلصت من الفرمتي وصار جهازك جاهز للشغل تحط حساب سامسونج بتعمل استعادة بيرجع كل شيء كان بالهاتف هناك الكثير ميزات رئيسية ان شاء الله سنشرح عنا في الفيديو القادم ان شاء الله الآن نتقل لشرح العملية على كيفية انشاء الحساب تابعوا معي الفيديو الان النهاي مثل ما شايفين هذا الجهاز ندخل على الضبط هو الشيء يظهر لنا سامسونج اكونت لا حساب ولا شيء نضغط علي نضغط علي يطلب منك تسجيل دخول الى سامسونج اكونت فانت اذا ما عندك حساب على سامسونج تضغط على كلمة انشاء حساب مثل ما شايفين هون نضغط على انشاء حساب يأخذك على انشاء سامسونج اكونت الخاص بك طبعا انت تضغط على كلمة انا وافق على كل ما تذكر في هاي الزرقه يقوم بتحدد كل يعتوه بالازرق ومثل ما شايفين انا كاتفين اختياري نضغط على موافق بعدين هون تضغط انت بريد الكتروني لحتى تنشئ حسابك عليه كان بريد جيميل بريد ياهو اي شيء لكن المهم يكون الحساب موجود بالتليفونك لانه سيبعتون لك رمز تأكيد للحساب لتأكد حسابك عليه وملا انت بعد ما تختار حسابك على يعني انت بدك تعمل حساب مثل سامسونج اكونت اخترت انا حساب جيميل هلا فرضا وحطيت كلمة السر انا بدي اياها تكون يعني انا بختار كلمة السر انا بدي اياها يجب ان تتألف كلمات المرور من 8 ارقام او احراف بعد من الاسم تضع اسمك بعد منها تكتب اسم العائلة وتحتها تكون لك تاريخ الميلاد يفضل ان يكون تاريخ ميلادك انت اني هذا حساب سامسونج حساب شخصي لك واكثر من حساب واحد بسامسونج ما فينك تسجيل بعد منها تضغط على انشاء حسابك ومن يطلبونك تحقق من رقم هاتف فقط رقم الهاتف ضروري واجباري لحتى يتم تأكيد من عملية الانشاء مثل ان تنشئ حساب سامسونج وتضغط على ارسال اولا تتأكد من البلد فوق سأعطي لك مثلا البلد اللي انت فيه وين تحدد البلد تضغط على ارسال تنتهي صراحة الرمز في 3 دقائق هم بهم مربع قد تكون ادخال الرمز انت زي كنت حاطرت رقمك اللي بجهازك ستوصل لك لسالة اسم اس كما شاهدون هل تريد طريقة اسرعة لتسجيل دخول قم باعدات سامسونج باس لتسجيل دخول باستخدام مقاييسك الحيوية اللي هو موافق هون بيطلب منك اني بيقول لك مرحبا بك في سامسونج باس هون انت تضغط على انا اوافق على كل ما ذكر بعدين تضغط على موافق انت هيك حددت اني انت موافق على كل الشروط بعد ما ضغطت على موافق هون بيطلب منك انه تحط بصمة اسبعتك لتحقق من هويتك اذا كان بدعم بصمة طبعا بتحط البصمة جاء التسجيل في سامسونج تم تسجيل دخولك يمكنك استخدام سامسونج باس نقول له موافق نضغط على كيمة موافق والازراء تم اضافة سامسونج باس الى شاشة التطبيقات يعني يحط لك انه تطبيق سامسونج باس على الشاشة الرئيسية متما شايفين هون انه تم تحديث متطلبات الحماية يمكنك تسريع تسجيل دخول على الاجهزة التي تسيق بها بتحديث تخطي التحقق في المرة التالية خلال تسجيل دخول الى حسابها نقول له موافق طبعا بعد منا هون تضغط على الصورة فوق الاسم تحدد صورة لحسابك اذا حبيت تحط صورة ياخدك على الاستيديو وتختار الصورة اللي بدك و تلاقيها نحطت على الحساب هذا كل شي بخصوص انشاء حساب سامسونج اكونت متما شفتو شرحنا الميزات و هي الميزات تتمنى اكون اعجبكم هذا الفيديو اذا اعجبكم لا تدخلنا باللايك على الفيديو و اشتراك اذا كنتم اشتركوا في القناة و افعلوا زر الجرس سيوصلكم مني كل جديد تحياتي لجميع السلام عليكم و رحمة الله و بركاته